تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من دردشة إنجليزية اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوات كل يوم اثنين عبر قناعة سيلفي سبورت في حلقة اليوم وكالعادي حيكون عنا مواضيع منوعة حنتكلم عن فوزة شيلسي الكبير والساحق على ستر سيتي أيضا أسباب فوز ليفربول المهمة على أرسنال وإقالة سولشاير وبداية جيرارد وإيديهاو وكذلك حنتكلم عن كانسل المتقلق أما بخصوص أنتونيو كونتي فأصبروا شوي إن شاء الله بنحكي عنه الحلقة الجاية أو اللي بعدها بعد بيصير عنا عدد مباريات كافي نتكلم أكتر شو بيحتاج هذا المدرب لإخراج تنهام المواسم الحطام اللي مر فيها سواء مع بوكتينو في الموسم الأخير أو مورينيو أو أيضا نونو سانتو راح نبدأ بالحلقة بس بذكركم كالعادة تركوا لايك عشان تدعمونا نوصل أكتر لعشاق الدوري الإنجليزي نبدأ في مباراة تشيلسي وليستر سيتي المباراة اللي نحركز على نقطة واحدة فيها إنه كتير صعب وكتير معقد إنك تلعب ضد تشيلسي حاليا في الشوط الأول مثلاً لستر سيتي ما سدد ولا فرصة خطيرة لستر سيتي مسك الكورة 30% بس وهو بيلعب في ملعبه وتشيلسي كان عم بيحسم المباراة بهدفين مقابل لا شيء تشيلسي اللي انتشرت طبعاً أرقام رهيبة لفعالية خط دفاعه الهجومي اللي هي شوي أنا بدي ألاحظ هون نقطة مهمة إنه طبعاً مقدرش نعتبر بأطراف اليمين واليسار مثلاً جيمس وتشيلول في تشيلسي إنهم لعيبة دفاع هم أقرب لعيبة وسط في خطة 3-4-3 اللي بيلعب فيها تشيلسي لكن هذا بوريك مصادر الخطر المتنوعة جداً في تشيلسي كل اللاعبين ممكن تجيهم فرصة يسددوا ويسجلوا بلا استثناء بس الشيء الغريب لو رحت شفت مين أكثر فريق صنع فرص مش هتلقى تشيلسي ولو رحت شفت مين أقل فريق تعرض لفرص مش هتلقى تشيلسي ولو شفت دقة التمرير مش هتلقى تشيلسي والاستحواذ مش هتلقى تشيلسي إنه هو الأكثر استحواذاً بس شو اللي بيخليه كثير صعب؟ إنه هذا الفريق تقريباً متوازن جداً في كل شيء متوازن بين الهجوم والدفاع متوازن بين المهارة والجماعية كمية الرقض اللي بيعملها في الملعب أيضاً كبيرة جداً هذا التوازن اللي بيخليه فعلاً قادر يتلون حسب ظروف اللقاء لما نقص عددياً مع الفربول لجأ لأسلوب تقني وشراء الوقت أكثر لما يكون هو اللي زايد عددياً بيسرع وبيضغط أكثر بيقدر يلعب بكل سرعات اللعب بيقدر يلعب بحالة هجومية حالة دفاعية هذا التنوع اللي صنعته خيل هو اللي بيخلي تشيلسي فعلياً أصعب فريق ربما الآن بتواجهه في إنجلترا بس لو تشيلسي بده لقب لو تشيلسي بده دوري محتاج هدف أساسي محور يسجل أهداف لا أذكر بريمير ليج جاء بدون هذا الهداف محتاج اللعب اللي يجيب أهداف قال المدافعين الآن بيسجلوا بكرة الخصوم حيصيروا يستعدوا لعب الوسط بيسجلوا الخصوم حيصيروا يستعدوا بدك واحد داخل منطقة الجزاء بدك فعلياً لوكاكو أو فيرنا لما يرجعوا يتحولوا لهذا الهدافين ليفربول بيسحق أرسنال ليفربول بينهي سلسلة عشر مباريات بلا خسارة لأرسنال وهون لازم نكون نودي رسالة مهمة لأرسنال جبل ما ندخل نتكلم عن الأساس بهذا اللقاء اللي حصل هو خسارة مباراة نعم بشكل كبير وبشكل فارق لكن لازم يفهم أرسنال انه ليفربول ماشستر سيتي بعدين كثير عن الناس من حيث الاسلوب والتشروا بالاسلوب مع مدر بينهم وتشلسي داخل على هذا الخط ومن حيث الجود والدكة والعمق فرق كبير بينه وبينهم فلازم ما يحبطوا لازم ارتدته ما يتوتر وما يبلش يغير من أول وجديد نتيجة مباراة يكمل تطوره ويستفيد من العشر مباراة السابقة وما يشوف بس تسعين دقيقة هذه المباراة وضحت للجميع انه فيه فرق في المرحل اللي بعيشها ليفربول وأرسنال ليفربول بعيش في مرحلة النضج الشامل تماما الاسلوب الثابت اللاعب بيلعبوا فيه وهم يحفظينه عن ظهر غيب لما يضغطوا بتحس بطل فيه مساحات في أرض الملعب تماما لأنهم متعودين يتحركوا كتلة واحدة بالضغط اسلوب رغم صعوبته لكن بيلعبوا بسهولة أيضا الفرق الثاني اللي شفناه بهذا اللقاء فرق الجود الواضح بين اللاعبين نمتش تقارن خط هجوم بخط هجوم خط وسط بخط وسط خط دفاع بخط دفاع كأفران لعيبة ليفربول أكثر استقرارا أكثر أفضل حتى من حيث الجودة بشكل عام والفرق الثالث فرق الشخصية والاستقرار النفسي الهدوء النفسي بالفريق ليفربول كشخصية كونت عالجها يورجين كلوب كعقلية انتصارية عبر سنوات أصبحت عقلية ثابتة ما بتنهز أرسنال شفناه بعد الهدف الأول تقريبا خرج من اللقاء لسه لا عقلي تولى ذهنيه تجهزه لهيك مواجهات هذه ثلاث أسباب خلت الفارق الكبير اللي شفناه باللقاء ليفربول ما زال في سباق اللقب وأعتقد ليفربول محتاج بس يرجع يحافظ على رتم النتائج وممكن نشوفه ينافس لآخر أسبوع نروح على الخبر الثالث إيقالة سولشاير سولشاير ربما الجميع طالب بإيقالته لكن بعد الإقالة جمهير من يونيتد رجعت تعاطفت مع أسطورتها وهذا حقها وبتمنوا له كل التوفيق وهذا أيضا منطقي وطبيعي الرجل حاول جهده حاول يعمل كل شيء لكن بالمنطق هو فقط السيطرة في هذا الموسم فقط السيطرة تماما الفريق أصبح بس مجرد ردد فعل دائما حتى لو لعب مع واتفورد أو لعب مع مانشستر سيتي لنفس الإسلوب لازم يستقبل لعب ويطلقه هدف عشان يبلش يلعب كرة قدم بمواقف كثير الفريق كان بلا ردد فعل حتى هذا الموسم الموسم الماضي كان عنده رد فعل الموسم هذا تقريبا اختفت واضح أنه فقط التأثير فقط السيطرة ما قدر يخلق المنظومة المتكوازنة ما قدر يخلق فريق قادر يحقق نتائجه يلعب مباريات كبيرة وصغيرة بالعكس فقط السيطرة فبالتالي كان لابد من رحيله ممكن نروع مكان ثاني بإنجلترا قريبا ونشوفه بينجح وبشتغل له إيجابياته مية في المية ترك على الأقل عدد لاعبين ممتاز ترك جودة مهمة جدا وأنا أول الموسم عملت فيديو وقل الصفقات اللي جاءت لليونايتد ممكن تعجل بإيقالة سلشاير ممكن ما تكون لصالح سلشاير ممكن تكون ضد سلشاير وهذا اللي حصل فعلا الف الناس ما عادت تحتمل إنها تشوف تفسها بتخسر بنتائج كبيرة وعندها لعب زي رونالدو مشتري صفقة كبيرة زي سانشو عندهم قلب دفاع رغم إصاباته المتكررة زي باران وروا على جيرارد اللي يحقق مع أستون فيلا الفوز الأول 2-0 على برايتون الفوز في المباراة الأولى بنعرف ما بيعني أي شيء إلا أنه أمرات بتكون مجرد ردة فعل إيجابية لكن أستون فيلا تحديدا لو طلعنا على الأسماء اللي عنده من الحارس إيمليانو مارتينيز من وجود مهاجم مميز زي إنكز خبير بالدور الإنجليزي بالإضافة لبيونديا ودوغرس لويز وليون بايلي بتحكي أنت لا هذا الفريق عنده أسماء عنده خيارات ممكن جيرارد يخذ محا موسم جميل موسم جيد مش موسم يتأهل فيه لدور الأبطال بس موسم يزعج فيه موسم يحقق نتائج جيدة لأنه فيه جودة بهذا الفريق على الأطراف وبيقط الهجوم وبيحارس المرمى عندهم لعبين جيدين أما الشخص الآخر اللي خاد أول مباراة له رغم عدم فوزه فهو إيديهاو مع نيو كاسل صح اتعادل ثلاث نالات لكن كان في هذه المباراة شوية مؤشرات بتقول ربما بدأ مسار التطور الآن محتاج وقت كثير نيو كاسل لأنه نيو كاسل إليه ثلاث سنين ملعبش كرة قدم تقريبا أعاد بالنتيجة مرتين من اثنين واحد لاثنين اثنين وبعدها من ثلاث اثنين لثلاث ثلاث لأول مرة بنشوفه بسدد الثلاث وعشرين تزديدة ولأول مرة بفوز بالاستحواذ على الكرة في مباراة هذا الموسم شفت ملخص المباراة المطولة عشان اتكلم واني مرتاح البال عن نيو كاسل فأعتقد انه شفت شيء افضل من اللي كنت اشوفه مع ستيف بروس لسه محتاج وقت الفريق فريق زي ما حكيت له سنين ما لعب كرة قدم ونروح مع الفريق اللي بيلعب دايما كرة قدم مانشستر سيتي وكانسلو والصناعة العظيمة تاعة الهدف لرحيم ستيرليك كانسلو من ايام بلانسيا هم دائما بتكلموا عنه انه عنده جودة رهيبة جودة عالية وفعليا ببعض المواقف كنت تشعر انه رائع لكن ما كان قادر يعيش الاستقرار في مستوى بشكل انه تقول آه خلس هذا لعب فريق كبير وبالنهاية رعى الانتر طلع رعى اليوفي طلع والان فيما سيتي عم بيعيش احسن فترات مسيرته الكروية لما تيجي تقول ليش كانسلو بلعب كويس الفضل مش بس لقلع هو لعب ذكي لعب عنده كواليتي واضحة عنده نواحي تقنية بالتمرير والتمركز ممتاز جدا بس الفكرة دائما بمنحولك من لعبين لعبين بظلوا يحافظوا على تدوير الكرة بشكل ناجح لعبين بتحركوا باستمرار دون توقف نتيجة المايسترو الجوارديولا وهذا بيخلق مواقف مريحة لكانسلو يعني الكرة اللي لعبها رحيم ستيرلين كانسلو لوحده بطلحها لانه اللاعبين الاخرين اخذوا لعيبة ايفيرتون هذا كل الفضل للمجموعة وللفرد وهون دائما انا بقول اني بحزن كثير على لعبين مروا بكرة القدم كان عندهم جودة عالية وافكار ممتازة لكن مشكلتهم ما اجوا مع مدرب ومجموعة تقدم وتوظف هذه الجودة بشكل ناجح جدا كانسلو مثال واضح انه كيف ممكن اللاعب لما يعرف المدرب يستفيد من نقاط قوته يصير نحكي عنه جميعنا في السوشال ميديا بقوميا حتى لو كان ظهير ايصر نوصل هون لنهاية الدردة الانجليزية كنت معكم انا محمد عوال بذكركم دائما تتركوا لايك وتشيروا الفيديو مع اصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة